حلقة وصل مهمة جدا بتقوموا بيها ما بين اللي عايز يعمل أعمال خير والمضحين وفي نفس الوقت المستحقين طيب إزاي اللي عايز يضحي وصلوكم هاي لده كمان سؤال مهم جدا اللي عايز يضحي لحد النهاردة والحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيه احنا لسه معنا النهاردة وبكرة ويوم السبت وكل سنة والجميع بألف خير يا رب مؤسسة صناع الخير وكل مؤسسات التحالف جهزة على مدار الساعة لاستقبال تبرعات المضحين وحسب اشتراطاته المضحي اللي حابب يضحي بلحوم بأري بيلاقي اللي عايز يضحي بلحوم جموسي بيلاقي اللي عنده حتى شروط في التوزيع هو مثلا من قرية في السعيد وعايز اللحوم توصل لقريته هو من مكان وعايز المكان يوصل له اللحوم هو سامع عن مكان وحابب اللحوم توصل الحقيقة بالنسبة لنا صناع الخير بنفخر ان احنا عندنا يعني آليات وصول سهلة وميسرة لكل غير قادر تقريبا في انحاء مصر وده الحمد لله بفضل قاعدة بيانات قوية وكمان بفضل فريق عمل بيشتغل على مدار الساعة بقوة وكمان بفضل تعاون وسيق مع عديد من الجمعيات القاعدية في كل قرى مصر تقريبا فعشان كده اللي عايز يضحي لازل اضحية كاملة تمام اللي عايز يشارك في اضحية بالزبط وكمان كله يعني كل النطاقات بحسب الرؤية الشرعية وبحسب الاشتراطات الشرعية بمعنى انه عايز السبع مثلا على سبيل المثال في البقرة او الجموسة اللي بيتم الأضحية اللي بتكون من الأضحية اه تمام حتى كمان اللي عايز من لحمها وعايزها توصله في المكان اللي عايزها توصله بالقالية في التوقيت اللي عايزها توصله احنا كمان يعني يهمنا قوي وده اللي بيسعدنا ان احنا نكون متواجدين معاكم النهاردة ان احنا عايزين نوضح لكل السادة المشاهدين انه اختيار الأضاحي ذاتها بحسب الاشتراطات الشرعية لانه احنا بنقيم شعيرة في الاول والاخر فخلو الأضحية من العيوب الظاهرة خلو الأضحية من الأمراض سن الأضحية انها تكون مناسبة لحسب ما يقتضي الشرع كمان الزبح وقليات الزبح وتوقيتات الزبح من بعد صلاة العيد الى عصر اخر ايام التشريق صحيح فيه يعني مساحة لأوسع شوية للتوزيع ما بعد التوقيتات دي لانه الاشتراط في الزبح وليس في التوزيع ومع ذلك بالنسبة لنا فيه فاعتقد ان كل مؤسسات تحالف وبخاصة صناع الخير حريصين جدا انه يتم الزبح والجزارة والتعبئة وفورا تكون الحاجة واصلة للأهالي على شاشة يعني الهدف النبيل اللي احنا كلنا بنسعى ليه والفرحة اللي كلنا بنعتبرها مكافأة لنا لما بتترسم على وشوش اهالينا وهم بيستقبلوا الحاجة يعني نوصل للهدف وده طبعا بمساعدة خيرية الشباب من المتطوعين اشتركوا في القناة